السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامنيني يا رب يكونوا في افضل حال يا رب يكونوا متابعين معنا الفيديوهات هنتكلم النهاردة ان شاء الله على الكونفجريشن اللي تعمل على الكونفجريشن اللي هو بالاخص عندنا في سيسكو المالتي دايريكتر اه سويتش اه كونفجريشن سهلة وبسيطة بس اهم حاجة نبقى عارفين الكونسب طبعا ده مش هيبقى عبارة عن لا بالنسبة ما زبطناش الراك رنتل الناس اللي متابعة معنا اونلاين حاولنا محاولة كده ان احنا نعمل من احد الويب سايتس بس ما عرفناش للأسف حصل مشاكل اه لكن خاليا ان شاء الله هنجمع الكونفجريشن بتاعة اللابس كلها مع بعض ونعمل فول لاب يوضح كل شيء بازن ربنا اه الكونفجريشن الثان مطالب جدا 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 اكتر من اي سكشن تاني تعرفه او تعاملت معاه في اي تكنولوجي في اي فندر ان انت تبقى عارف الكونسبت اكتر من الكونفجريشن لان اذا انت عارف الكونسبت موضوع الكونفجريشن هيبقى اسهل ما يمكن لكن لازل تعرف يعني مثلا ايه هي الزون والزون سيت ويعني ايه الدب دابلو انز والفرق بين البورت اه الدب دابلو ان والنود اه ولد وايد نيم ويباقي السيتنجز او المعلومات اللي انت مفروض تكون عارفها عن الفايبرت شانل طيب خلينا نشوف مع بعض الاجندة بتاعت السيشن دي هتكون عبارة عن ان احنا نعرف اوفر فيو بسرعة عن لكن هنشوف كم حاجة كده بسيطة معي هنعرف البيزيك سان كونفجريشن اه من اول ما تفتح الفايبرت شانل سويتش وايه الكونفجريشن فوت تعملها والخطوات بداعتها اه طبعا سامبلز يعني احنا انا جاي بسكرين شوتس من كونفجريشن اه هي الفيسان كونفجريشن الفيسان زي ما احنا كنا عارفين هي شبيهة الفيلان اه بعد كده هنشوف بعد ما الناس دي عملنا لها من ناحية الانشياتر ومن الجهة التانية من الطارجت اه طبعا هيبقى على مستوى الفابريك سويتش اللي هو الامدي سويتش تقدر تعمل الشو بتاعتك وتعرف بقى مين العمل اللوجين والبورت بتاعه والفايبرت شانل ايدي السيتنج ستعتكم لها ونفس الوقت لو انت عندك لاب او احنا وانا متطبق اللاب ان شاء الله الفريفيكيشن هيكون ان في الاخير السيرفر انو شافي الستوريج الموجودة فين الموجودة في التارجت الرعي حلو اه فايني هنقرأ في الزونينج والترانكينج والبورتت شانل الحاجات دي سامبل بس هنشوف الكونفجريشن بتاعتها هاتم ازاي طيب مهم جدا في الامدي اس انك تكون عارف ان هو بيزد بيزد انكسس يعني سوري انكسس يعني نفس الاس اللي موجود في النكسس سويتش هو اللي بيران بنفس الطريقة بنفس الكنسبت في الامدي اس سويتش اه وهو عبارة بنفس السيكوانس اللي احنا شايفينه قدامنا ده البياس اللي هو بيران البوست بار ان سلف تست وبيران اللوودر بعد كده هو الانيشيال اوبراتينج سيستم اه اللي هو بيبقى دا ازدائي قد قول بلت ان اوبراتينج سيستم الكيك ستارت هي اللينكس كرنل بتاعت الاوبراتينج سيستم زي ما احنا عارفين ان في اللينكس بيزد امفرمتز ما عرفش الناس يعني فهمة اليكس كويس ولا اقه بس عاما في اللينكس بيزد بيكون اه دايما الكرنل او الكور يعني مستقلة بذاتها او بعيدة عن الاوبراتينج السيستم ولذلك عندنا الكيك ستارت هي اللي بتلاود الكيرنل وبعدكده السيستم اللي هي الاحاوا؝ معنا ذلك ان انتiche تعمل عملية الاحاوا؝ ناكس او اس للمشاعدال بتعمل او او tu files to be downloaded على الالمشاوائي وهي الاحاواث ي والاواتيب السيستم اللي هو الاحاول تعمل داو لود للاتنين وبتائه كماند عندك الوالبوت سيستم والبوت كيك ستارت وبتشاور على الامج بتاعتك الموجودة في الفلاش ده بالنسبة لعملية البوت او الابدريد نفس القصة اذا انت عندك operating system version قديم وعايز تعمل اوبدريد فانت هتضطر تعمل اوبدريد للكيك ستارت زائد الابدريد سيستم على عكس الايو اس العادية اللي احنا بنستخدمها في الراوترز وسويتش ما كانش فيه حاجة اسمها كيك ستارت اوكي طيب اعمل عملية اوبدريد زائي الموضوع بسيط وزهل جدا ان انت بتحط الى اميجز بتوعك على تي افتي بي سيرفر زي ما قد بنعمل في سي ان اي اي او تي ان سويتشنج فيش اختلاف وبتعملهم كوبي على الفلاش عندك وبعد كيه بتبدأ قطعت الكوماند اللي هو بوت سيستم وبتحدد فيها الان اكس وايس اميج ده البط بتاعها طبعا بوت فلاش وتحدد مكانها في الفلاش وبتحدد الكيكستارت النسخة الجديدة وخلاص وبتعمل وبتعمل كابيراني ستارت وبتعمل ريلود بيتلاقي الايه بيلود الامج الجديدة طيب يبقى عملية البوتينج او الابجريد في الان اكس او اس سواء بقى في الام دي اس او في النيكس سويتش واحدة ما فيهاش اي مشاكل ولا فيها اي حاجة غريبة غير اللهم اذا انت انسيت عملية جوجل بتسهل كل حاجة اذا انت بدخلت على جوجل وعمل سرش هاو تو ابجريد النيكس اس هتلاقي كل الايه كل الانفورميشن اللي انت محتاجها وكمان كونفيجريشن اكزامبل يعني حط دايما كده اي حاجة في جوجل خاصة بالنيكسس مسلا كونفيجر نيكسس في بي سي كونفيجريشن اكزامبل هتلاقي حاجة كتير جدا طلعت لك ومشروحة بالتفصيل طيب ايه هي البيزيك كونفيجريشن للسويتش طبعا الكومند الهوست نيم وانترفيس مانجمنت اهم حاجتين موجودين عندك فين في اي ديفايس عمتا بتشتغل بيه ليه عشان هاو تو مانج الديفايس ده وهنا جدير بتذكر ان احنا نقول نقطوطين مهمين جدا بخصوص المانجمنت هاو تو مانج الامدي اس سويتش يعني ازاي بعمل كونفيجريشن للامدي اس اكتر من سيناريو اول حاجة كونسول لو انت عندك بورت كونسول بتشبك بالكونسول على اللابتوب بتاعك او على البيسي وتبدأ تشتغل عادي جدا زي وزي اي ديفايس طيب نقطة رقم اثنين الانترفيس مانجمنت عن طريق ان فيه اوت اف باند مانجمنت انترفيس زي وزي نيكسس سويتش زي الكاتلس سويتش الجديدة فيها اوت اف باند مانجمنت والانترفيس انترفيس المانجمنت دوت تقدر تشوف الكونفيجريشن بتاعته على اليمين انترفيس مانجمنت وبتدي له اي بي ادرس وبتدي له اي بي ديفولت جتوي عادي جدا اللي تحت دوت عبارة عن اي بي فيزيكس وكونفيجريشن اه وعن طريق الاي بي ادرس ده بابدي اعمل تلت وده يسمى اوت فباند مانجمنت اوكي لحد الوقت الموضوع كلير جدا وسيميلر لكل الحاجات اللي اشتغلنا عليه طيب هاليا بشوهندس مفيش انباند مانجمنت لو نفتكر مع بعض كان عندي في الكاتلس سويتشز القديمة ما كانش في اوت اف باند مانجمنت صح فيش انترفيس مانجمنت كنت بتمنج ازاي السويتش بالزاة اللير تو كنت بتمنج السويتش عن طريق انك بتخش تأسين في لا انترفيس في لان رقم واحد وتقدر اي ايه ادفولت جتوي بتاع صحية طيب ده كان بيسمى انباند مانجمنت ليه كان انباند مانجمنت لانه كان عن طريق اللوكال نتورك ترافيك العادي خالص وتش نحنا قلنا ان الكلام ده نوت سيكير وبدأوا ميتاجهم للاوت اف باند مانجمنت ان هو كمبليتلي ايزليتد اور سيبريت انترفيس في ديفرنت في اي 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 اف عشان تسيبريت المانجمنت ترافيك عن النتورك ترافيك نفس القصة في الام دي اي سويتش في انباند ترافيك هتقول لي بشواندس ازاي انباند اسكان ده اصلا بيفهمش ايه في النات فاللوكال ترافيك بتاعه هو عبارة عن صحيح هتستخدم انباند ازاي عن طريقكم عن طريق انترفيس في سان واحد اللي هو كأنك بتساوي بالزبط في لان واحد انترفيس في سان واحد بياخد اي بي ادرس وتديره الاي بي راوت للديفولت جتوية عادي خالص وبتقدر من اي نتورك تقدر تتلنت على الاي بي ده فبيبدأ يشتغل عادي جدا انباند واصلت فبس ده طبعا وانا ما شفتوش في حياتي قبل كده يعني عمتا ان حد بيشتغل بانباند على فاير بيت شانل سويتش اوكي طيب ده خلاص بالنسبة للمانجمت عشان نبقى عارفين هاوتو مانج السويتش وكماند هوست نيم والقصص دي سهلة وبسيطة جدا طيب نفس الطريقة بالزبط اللي بتكون فيجر بيها سويتش زي العادية هنا الانترفيس بتاعتي مش ايتر نت هي فاير بيت شانل صح فبه هدخل على الانترفيس بتاعي الموضوع يعني الى حد ما ان انت اذا كنت اشتغلت على لأي سويتش قبل كده فالموضوع متشابه جدا طيب سويتش بورت المود بتاع تحط اه فابريك بورت ولا اي بورت ولا تحط اوتو بناءا على ده بيعرفني انت مفترض تكون مذاكر كويس جدا البيتش بورت والفابريك بورت والنود بورت وفل وان بي كلام ده كله فوت تبقى عارف في الجزئية تي طيب ايه كومان سيستم ديفولت لاحز انه بيتعامل من انك ممكن تخلي سي مسلا عندي سويتش اه مية تمانية عشر بورت حلو وكل الانترفيس بتاعته انا عايزة كل يعني معظم البورت بتاعتها هتكون راحة خلاص فايزا هيكون الديفولت مود بتاعها هو ايه هو فابريك صح طيب نفترض ان كان الديفولت مود بتاعنا هنا ان هو هيبقى اه ديفولت كان شات داون عايزين نخلي الديفولت بتاعت الناس دي كلها شات او نو شات فكومان سيستم ديفولت يقدر يخلي كل الانترفيس بنفس السيتنج ديت مقابل ان هي ايه لما تيجي تكونفجرها بعد كيف انت اثرت على نفسك الطريق كأنك بالضبط يعني استخدمت اه كوماند انترفيس رينج وعملت سيتنج واحدة لكل الانترفيس اللي عندك وبالتالي تبدأ تغير في حاجات بسيطة لما تيجي تشتغل حلو طيب اه بعد كده زي ما احنا شايفين هنا جزئية ان الانترفيس بتاعك تعمل بتاعه ديديكيتد او شيرد اه لو افتكرناها زمان لما شرحنا وقلنا يعني ايه شيرد ويعني ايه ديديكيتد انتفقنا ان دي اتفقنا ان السويتش بتاعي البورت بتاعته شغالها حاجة اسمها بورت جروب صح وكل اربعة او كل سويتش يختلف لازم تشيك الديتاشيت لازم تعمل تشيك الديتاشيت تعرف البورت جروب السايمينت بتاعت كل بورت في السويتش او متن افترض ان كل اربعة بورت في بورت جروب واحدة اه في شيرد وفي ديديكيتد هل الباندويتس المخصص الاربع بورت دول مقابل الاب لينك بتاعتهم او الانتاج الانترنل سيركت هيكون ديديكيتد ولا شيرد طب لو شيرد يبقى الاربع انترفيز هيكون شغالين طب لو ديديكيتد هتلاقي ام طفي اول تلاتة وام شغل سوري طفي اخر تلاتة وسايب اول واحد بس هو اللي شغال طيب كومند سويتش بورت والسبيد اه لانوارد جدا يكون عندي انترفيس اه شغال اثنين جيج واربع جيج وتمانية جيج فايبرت شانل حلو ده معناه ان احنا نعمل ايه عايزك تستخدم كومند سبيد لو سبته طبعا هو اوتو عايز تدو انت او تعمل مانوال ست للكونفجريشن فكومند سبيد هو الحل بتاعك طيب انا شايف من وجهة نظر الشخصية اذا انا اول مرة باشتغل على نكس سويتش او ام دي اس سويتش شايف ان الكونفجريشن مش صعبة خالص بناء لو انت عارف النولج ايفن لو مش عارف الكومند كويتشن مارك في النكس ويس برضو زي الراوترز والسويتش اللي انت عارفها قبل كده طيب تعال نروح بعد كده هشبيه لك الموضوع بالسويتش بتخش في السويتشات الكاتلست العادية كنت بتعمل انترفيس وانترفيس اكسس والكلام ده وتحسيت المانجمنت انترفيس والانترفيس بتاع الفيلان وتبدأ مع كيه كريات الفيلانز بتاعتك وتاسين البورتس جوه الفيلان صحيح طيب هي دي الكونفجريشن احنا وقفين دلوقتي على الجلوبال كونفجريشن دخلنا الكونفجريشن مود بنخش فيسان داتاباز يبقى الموضوع هنا مختلف هو متشابه مع الكاتاليست القديم على فكرة الكاتاليست الكاتاليست القديم لما كنا بالCreate في viendo كنا بنستخدق كمند فيلان قد قcode فالنيض aradaBox. حتى الت accessed related page هو ن proud وانترفيس الانترفيس ت surtعام ،نشتغر الانترفيس سنفت لكان الفيلانز وهي الكرد الأفس انقم الانتركيسน طيب العالم الانترفيس بتحسع طائرة اليسول proح pandez فليهم لاحظين على المجم Priest في سان سبعة واربعين ما تقدرش تضغط انتر انما بتاديها النيم بتاعها خلاص طيب هن تقدر تضغط انتر سي آريان الكومان ممكن ينتهي عندك عندك بعد كده جزء الانتر بتاعتنا خلاص هنقرف يعني انتر قبري بيليتي دلوقتي و لود بلانسنج ماشي في بقى في سيناريو الانتر قاب وليه اللوت بالانس يعني انتر قابل الانتر اوب بتاعتنا ان هو الساند سويتش ده يانتجريت مع فيندرز ايه خلاص الديفولت ان احنا عندنا three levels of integration مش محتاج يعني مين هما الفندرز المصنعين ليا الديفولت ان انت بتشغل على الديفولت مود وبيتغيروش وبيانتجريت مع مين مع كل الفندرز بتوعك كأنتر او بروبيليتي طب بالنسبة ليه اللوت بالانسينج بتاعك اذا فيه فيسان وفيه لوت بالانسينج عندنا اللوت بالانسينج بتاعنا دايما حاول قدر الامكان ان انت تحط معاك الاكسشينج اي دي دايما حاول تحط الاكسشينج اي دي ليه عشان تحافظ على الorder of traffic اللي هو order of delivery ان الترافيك بتاعك يوصل بنفس الترتيب او التالي الاكسشينج ده بيساوي السيشن في الابي فيرسين فور او في الفي سكس كنا بقول السيشن دي او الترافيك فلو بين سورسا ان دي ستنيشن مست فلو دي سيم باث اللي هما بيشتغلوا عليه صح فهي نفس القصة بنستخدم في عامية اللوت بالانسينج بتاعنا الاكسشينج اي دي بحيث ان هو هي يستخدمه معا طيب ولاحظ ان هي الديفولت حلو طيب خلاص انا كاريت الفي سان بتاعتي معايز هو انا لسه حطيت فيها انترفيسز الموضوع مختلف شوية عن مين عن الفي لانز احنا هنا بنقصين الفي الانترفيس في الفي سان بتاعته تحت الداتابيز يعني بعد ما عملنا الفي سان بتاعتنا لاحظ اهو انا بعد الفي سان داتابيز رحت قلت ايه في سان سبعة واربعين وحطيت فيها الانترفيسز او بكومة او ايه زي ما انت شايف او بعد في سان سبعة واربعين ممكن تكتب كومند الانترفيس على طول دايرك ده بيحول يخلي الانترفيس ايه ينقل نفسه بدل ما هو كان باي ديفولت في سان واحد ينقل نفسه للفي سان اللي انت حددته فيها اوكي لاحظ ان الفي سان بتاعتك الابراشنال بتاعتها داون ليه لان فوق هنا في الكونفيجريشن كاريت الفي سان وما حطش فيها انترفيسز صح ونفس القصة هتفضل داون مع انه حط فيها انترفيسز بس الانترفيسز ديت في حالة الشط فانا لازم اعملها ايه نو شط اوكي طيب كونسبت واضح جدا وسهل ما فيهوش اي ايه اي مشكلة شو انترفيس بريف بدل كلمة ايثور نت بنستخدم disagreement channel بتطلع المعلومات بتاعتك الانترفيس ههو البسان الاسعين فيها الموت بتاعه هو fabric fabric mode بيعمل trunking ولا اس enabled charOLL يعني الانترفيس مش اسوشياتد ببورتشانل خالص حلو شوفيسان ممبرشيب اللي هو اللي احنا كنا بنستخدمه في السويتش زي عادية شو فيلان انا بعمل ايه بقوله هنا شو فيسان شوفيسان ممبرشيب بتاعتي بتعرفني الانترفيس جوه اي فيسان لاحظ انه كتب فيسان رقم واحد جوها الانترفيس دي كلها انما في سان سبعة واربعين جوها الانترفيس ده خلاص طيب دانية سهلة جدا وبسيطة وشابه او الان فيلان كونفيجراشن او اللي كنا بنتكلم فيها في الكاتاليست سويتش زي طيب بعد كده عادي تتفرج على شو للانترفيس اه ان ديتيلز شو انترفيس اهو هتلاقي الانفورميشن بتاعتك اللي انت محتاجها كلها هتلاقي موجودة كلها تحت الانترفيس يعني مبدئيا اه ان اشغال الاس اف بي بتاعتك هي شورت ويف ليزر يعني اشغلش اه اه ده كده سنجل موت في الغالب البور ده دابلو ان اللي هو كان شبيه الماك ادرس ده البي داب دابلو ان بتاع البورت الاد من بورت تاعتك احنا ايه اف اكس هوا يعني فابريك بورت الاس ام بي انابل ده على الانترفيس ده نقطة مهمة جدا الفاير بيت شانل اي دي اهو مين اعطاله الاي دي لاحظ انا معملت وي اخده لما يعمل فابريك لوجين الناس اللي نست البروزيس بتاعت الفايري برد شانل فابريك لوجين باخد فيها مين الفايري برد شانل اي دي قال لي هنا انا في فيسان سبعة واربعين اللي بتاعتي تو جيجابيت برس اكد الريت مود اه شغالين شيرد وليس دي بتاعتب ابناء على الناجشيشن مع السويتش اي قدامه ودي عملية ستاستيكس للررز والبافر تو بافر وكم فريمت باعت وحج مؤدئه وده اخر بيها الانترفيس طبعا معلومات سهلة جدا وبسيطة تقدر حتى لو انت بتنسى بس عندك الكنسب صح لو مشيت عليها وقرأتها هتلاقي الموضوع ايه سهل وبسيط طيب فريفاينج الفابريك ده نقطة مهمة جدا ان احنا نبقى فاهمين ازاي اعمل فريفكيشن انت عملت السويتش بتاعك كنفجريشن صح وحطت التارجت او اللي هي بتاعتك في الفيسان المزبوطة وعملت اصلشيات الفيسان مع الانترفيس وضبط نفسك محتاج تتأكد ان الكلام ده صح يعني انهم اخدوا فابريك لوجين والدنيا ماشية تمام طيب هتلاقي هنا عندنا علي يسار شو فابريك لوجين ديتابيز ده على مستوى السويتش بتبدأ تقوله اه انت عايز تقول السويتش انا عايز اعرف والله مين اللي عمل فابريك لوجين على السويتش عندي هيقول لك والله بالنسبة للانترفيس الفيسان واحد على واحد اه في فيسان سبعة واربعين في واحد اخد الفيسان ايدي ده وكان البي دابل دابلو نيم بتاعه كزا والنود ووليد وايد نيم بتاعه كزا خلاص لاحظ ان دي معلومات كلها عالمين عن الهوست اللي عمل لوجين عندي حلو هنا بقى بيوضح لك ان الجي بود جي بود هي عبارة عن سان ارى عادية خالص بوكس جوا ديسكات بس الليمتيد فيتشورز مزاي السان ارى يعني بتعملش عليه رايد وتعملش عليه للموسكينج ولا الكلام ده يعني وفي بعض الجي بود ادفانست شوية بس الجي بود تقدر تقول اه شوية ديسكات في سندوق انها مش كل الفيتشورز ومش كل الكابابلتز الموجودة في السان ارى موجودة فيها حلو اهمها الريد يعني ما بتنشرش تعمل رايد على الديسكات دي طيب اه خلاص ده انتوضيح لي الى الى الانفورميشن اللي فيه بقى كل انترفيس موجود عليه كل المعلومات والتوتال نمبر في فابريك لوجين تقدر تقول ان ده ايه التوتال هوس اللوج ده عندي على الفابريك لوجين سيرفر عندي اه اه بيبدأ يطلع عليك بقى ايه معلومات من احنا اتفقنا لو نفتكر زمان في سيرفر بيران لكل سيرفر في نيم سيرفر خلاص اللي احنا بنتكلم عن ايه دوت النام سيرفر فاي برد شانل نيم سيرفر ده بتاعته النام سيرفر ده قالك والله انا عندي الفاي برد شانل اي ده تايب اه نود ولوب ده يعني اه ان ال يعني ده نود بورد ال ال يعني لو اربريت اربريت ريت لوب يعني الراجل ده شغال بتكنولوجي لوب زي زي الهاب كده بتاعه اه لو قدر يتعرف على الفندر بتاعه زي ما احنا شايفين هنا انه تعرف على الفندر ان ده كيولوجيك بيعرفها منين بيعرفها من الدابل دابلو ان رينج ده يعني بيقدر يعرف ان ده او الجزء ده من الدابل دابلو ان عبارة عن كيولوجيك عادي انت لو اخدت الدابل ان ده وعملت عليه سيرش في جوجل هيطلع لك على طول ان هو كيولوجيك حلو اه هنا هتوضح عندنا اكتر لو انت عملتها بيزد اون دي تيلز يعني انت عايز تفرج على النيم سيرفر بس ان دي تيلز تعال نتفرج مع بعض كده اول معلومة ان الفاي برد شانل اي ده اللي اخد الاي ده في فيسان سبعة واربعين طيب عندنا البورد دابلو ان الفندر بتاعنا ده لو اخدت ده كوبي كده وحطيته في جوجل هيطلع لك ان كيولوجيك حلو او واتفر الفندر يعني اذا هنا هوت كان كاتب ده مش نفس الدابل لابل ان ما اتوقع ده وكيكون امي لكس الله اعلم يعني انا مش حافظ بتاعتم لكن اويفر ممكن تاخد كوبة بيست وتحطه في جوجل هيطلع لك الفندر نفسه طيب عافية نفس القصة بالمكات يعني انت لو اخدت الماك ادرس بتاع اي كارت ناتورك وحطيته في جوجل هيطلع لك ان الكارتة دي تبع شركة كزا لان احنا عارفين ان الماك ادرس وكذلك الداب دابلو ان النص الاولاني بيكون عبارة عن او يو اي اللي هو ارجانيزيشنال يونيت ايدنتفاير يعني ماسك كل كل يعني كل الكروت اللي من الفندر ده لازم تبدأ بي فلذلك بنبقى عارفين الفندر بسهولة طيب هنا بيعرفك ان الراجل ده تارجت ولا انشياتر حلو ونود اي بي ادرس لاحظ على فكرة انها من خلال عملية اللوجين بتقدر تعرف اي بي الهوست يعني لو انا عندي سيرفر ركز معي الاي بي الادرس بتيغوا عشرة زير وزير وواحد حلو ده انشياتر وعمل مها ليه عندوش هللي كارتة اتش بي اي كارت هالي هي استوريج ووصلة به سان سويتش حلو بناء على الفابريك لوجين لو دخلته على الفابريك لوجين انفرميشن هتلاقي النود اي هتلاقي عشرة هزير وزير وواحد اي بي الويندوز او الوبرويتنج سيستم الموجود ودي من ضمن الانفورميشن اللي نقدر نعم بها زوننج يعني تقدر تقول في عملية الفابريك لوجين الهوست اللي بيبعت فاقف لوجي بيبعت فيها الابي ادرس بتاعه مع ان دي اتفايبرتشانل فريم ومشي على فايبرتشانل بوردوكول بس بيكون موجود فيها الابي ادرس طيب بعد كده بتبدأ تشوف بقى معلومات على الابي ادرس والبورتايب بتاعه الابي ادرس بتاعه اهو فايبرتشانل واحد على ثلاثة والسويتش نيم اللي هو رابط عليه ده اي بي سويتش اللي هو اللي انا معمول عليه فابريك لوجين طيب دي معلومات بورت خلاص ده هوستاني اهو اللي هو اخر اي اف ده فايبرتشانل اي دي مختلف ده بوردو نيم ونود وردو دوايد نيم وهكذا كل المعلومات بتاعته طيب ازا لما تتفرج على النيم سيرفر بتقدر تعرف معلومات كل حد عمل عندك لوجين على الفابريك يعني الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج تعقيد يعني اذا انت فاهم كويس هتلاقي الموضوع اه مش ملاخبط منك وقدر تعمل الكونفجريشن بسهولة طيب خلاص بعد ما حطينا الفي سانز بتاعتنا والناس عملت لوجين والفايبرتشانل سويتش قادر يفهم الانشياتر والتارجت وعارف معلومات عنهم وكل حاجة عايزين بقى نزبط الانفيرمنت بتاعتنا ان احنا نعمل زونينج مين يكلم مين ومين ما يكلمش مين هتقول لي يا معايز طب ما احنا حطينهم في في سانز مختلفة يعني الناس اللي في في سانز مختلفة اه مش هيكلموا بعض اوكي ما ممكن يكون فيه اربعة في نفس الفي سان بس كل اتنين بيكلموا بعض بس الاتنين دول ما بيكلموش الاتنين التانين وارد جدا فعملية كونترولينج الكونفجريشن دي ومين ينشوف اي لن واي لن ما تتشافش ومين له حق الرايت عليها ومين حق الريد عليها ده بي طبعا حق الريد والرايت ده بيكون على بس احنا بنتكلم على الزونينج على مستوى السويتش فاول حاجة لازم تبقى عارف ان عملية الزونينج لها two main parts هم دول اهم حاجتي ان الزونينج ده عبارة عن زون وزون ست لو نفتكر مع بعض كنا قلنا الزون ست هي اللي جواها ملتابل زونز وما يقدرش اكتفيت اكتر من زون ست على السويتش بقى هي one zone set to be activated على السويتش بكل الزونز اللي تحتها طيب وكل زون بتحط فيها الممبرز الممبرز بتاعتك ممكن تقدر تحط كل حد بناء على معلومات مختلفة هنشوفها دلوقتي مع بعض طيب يبقى اول حاجة بكارية الزون بتاعتي لاحز هنا كارية الزون هاو زون نيم زون كذا طبعا بتأسشيت الزون دي بالفيسان بتاعت لان كل حاجة يعني الزونز اللي علاقة بالفيسان دي مختلفة عن الزون اللي علاقة بالفيسان التانية طيب بالنسبة للممبرز بقى أنا مين هيبقى جوة الزون دي في الفيسان دي بتقدر تحط الممبرز بتوعك بناء على الـ خلاص على الانترفيس على الـ عرفنا الـ ممكن أستخدمه اذا ممبر ممبر تول أو ممبر كريتيريا إن أنا أحطه في الزون ومن ما يعني إن الفابريك لوجي مبعد فيها الـ الـ حلو دي كلها طرق إنك تحط مين الممبرز بتاعت الزون طبعا لو المست كومون ويز هم طريقتين يابن استخدم الـ ده طبعا في الـ و الاليس بتاعها أو في الهارد زوني باستخدم الانترفيس إن أنا بحط بيزدون انترفيس طيب يعني إيه ده ده والله بجيب واخدها وحطها في الزون بتاعتي طيب الموضوع صعب شوية في عملية الـ 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 كبير يعني سوو 64 بيت أو 128 بيت هيبقى كبير وورد جدا تاخد رقم واحد غلط أو تغلط في أي حاجة فالموضوع يبوز منك فدايما بنعمل إيه حتى غير إن الموضوع يبوز منك بالغلط الموضوع ممل ومش يعني خلاص أنت عملت الزونز بتاعتك وجيت تعمل شو بعد كده طيب الـ الـ ده بتاع مين يعني أنا مش عايزة بتاع الأري ولا بتاع اليوزر ولا بتاع ايه بالظبط فبنعمل حاجة اسمها aliases aliases يعني عملية بأخذ مثلا مثلا ده الـ port WN بتاع السيرفر حلو بتاع الكارت رقم واحد مثلا وأنا عندي two cards باجي عمل aliases مثلا بسميه database server HBA port 1 خلاص بيساوي مين بيساوي الـ WN وبالتالي لما يجي أحط السيرفر ده في الزون بتاعتي بس تخدم الـ وغير كده كمان الموضوع بسهولة جدا من غير صعوبة حتى كمان لما تيجي تقرأ الموضوع بيبقى سهل حلو وفي troubleshooting بيبقى piece of cake ما بتروحش بقى تجيب الـ database بتاعتك أو الـ connectivity sheet وتشوف بقى الـ WN دوت كان بيتعمله mapping مع أي name وتبقى الموضوع صعب خلاص أوك طيب بعد كده خلاص عملنا zones بتاعتنا وحطينا فيها members شو زون اهوت وتقدر تشوف الممبرز بتاعتها بنكرية zone set ونربط بها من zone اللي احنا كاريتنا zone set اها وسميناها zone set a من الممبرز بتاعها zone اللي اسمها اي اللي احنا كاريتنا اها خلاص طيب وبعد كده بيت activate zone set خلاص شو zone set active بيعرف مين zone zone حط الممبرز فيها create zone set activate zone set لا يعني لو عملت كل حاجة من غير ما اكتيف zone set هيحصل اي ولا كأنك عملت اي حاجة كأنك بالزبط مش عارف كأنك كاريت access list وما طبقته على مستوى الانترفيس حالو اي بحاول اوضح لك المثال وده مثال الكم فيجريشن كاملة بالبوردس الموجودة على الرسمة دي راح قال لك اي والله كاريت الوي sun database كاريت كان v sun 47 48 بعد كده حط interfaces في 47 وفي 48 وبعد كده كاريت zone وحط فيها الممبرز خلاص دي zone ودي zone وبعد كده كاريت zone set وبعد كده عمل activate للzone set انما في switch التاني كاريت اي بس هو zone set على فكرة by the way ممكن اتعمل لها publish بالسيرفيز اللي بترن على الفابريك switches طيب عملية verification للزون بتاعتنا نلاحظ نفس اللي احنا شفنا نفس الشو ده قبل كده اللي هو انتروفيس بتاعنا على الفايت بايت شانل ورنا الانتروفيس والمودز بتاعتها والسرعات مفيش بورت شانل طيب الناس الموجودة جواها وبعد كده شفنا الفابريك لوجين database شفنا قبل كده يعني ده مثال من الرسمة دي بتاعت السويتش اللي موجود على يسار ده بتاعت السويتش الموجود على اليمين بناء على انه حط وان ميمبر بس انما هناك كان في ثلاثة وهكذا يعني الموضوع سهل وبسيط جدا غير ان نروح بعد كده على كلمة trunking trunking يعني تساوي v-sans يعني اذا في v-sans على السويتش اللي على اليسار و v-sans على السويتش العالمين لازم يكون في النص ده trunk خلاص تلاحظ ان هو لما عمل configuration سيبنا من الرات mode بتاعه dedicated طبعا يفضل دايما ال up links تكون dedicated ليه ما ينفعش تبقى share لان دايما up links بتخرج traffic كل الناس down stream links صح فنفعش تبقى oversubscription على up links يعني موضوع هيبقى صعب في congestion طبعا فبعد كده عمل mode expansion port trunking mode on طبعا نفس القصة في on وفي auto on قدام auto تشتغل auto قدام auto ما تشتغلش وصلت زي trunking العادي اللي احنا كنا عارفين ه في switches العادية طيب عندنا حاجة اسمها port channel yes we can aggregate two ports في sand برضو على فكرة اعرفها كده تقدر تعمل port channel في sand ما فيش مشكلة في موجودة عندي ناس كتير جدا ان مقدرش اعمل port channel على sand switches تقدر تعمل ما لم يكون في limitation من vendors بتقع switch نفسه خلاص لكن by default port channel applicable على ethernet وعلى fiber channel خلاص كاريت channel group عادية خالص وتروح تحط interfaces فيها يعني interface is 1 على 5 و1 على 6 هيدخول في port channel دي خلاص ما فيش مشكلة no shut وتروح تخلي مين mode active طبعا المود active بناء على port channel نفس القصة عندنا active وon خلاص active زي بتوع ethernet channel العادية اللي موجودين بالزبط في back b او في on mode بتعمين ethernet الموجودة في ethernet environment خلاص نفس القصة موجودة ها على اليمين عملنا configuration بتاع انه expansion port والmode on وخلاص والmode active برضو هنا في ال chanel خلاص نفس configuration اللي على interfaces لازم تكون واحدة عشان يبقوا member في port channel يعني الموضوع ما تغيرش من switching بتاع ethernet ل switching channel يعني لازم يكون نفس السرعات نفس ال phiper نفس ال طبعا ما فيش عندنا dioplex هنا كل settings يعني ما ينفعش نفس المود طبعا ما ينفعش واحد فيهم يخرج من المود لانا هيخرج من port channel خلاص طيب لما تيجي تعمل شو بعد كده شو interface اهو لاحظ ان الport بتاعتك لسه ما تعملهاش assign ان هي في port channel خلاص ليه ما تحطش ان هي في port channel هتلاقي ان لسه في حاجة ما تعملهاش activated خلاص ليه هتلاقي ان احد الports بتاعتك لاحظ ان الستاتس هنا لسه down لما تقوم up يحصل ايه يحصل ان الport channel بتاعتك هيتعمل لها assignment لكن نتيجة ان الانترفيس بتاعي لسه ما امشي فانت حضرتك لسه مش شايف ان هو assigned in port channel وبيضاف كمان ان هو هنا ايه لسه معمول down ملحوظة اخيرة هنا ان قال لك ان جزئية red mode line rate و dedicated sorry shared و dedicated يعني based on طبعا في nexus كنا عرفنا ان الport group فيها ايه فيها 4 ports جي قال لك والله switch ده اه port group بتاعته اتوقع 6 عندك طريقتين انك تعرف كم port shared في الport group دي 4 او 6 ولا ممكن يكون اكتر عن طريق اما command اما deta sheet بتاعت switch ده عن طريق command showport resource بتاعك على الموديول اللي انت عايز تشوفه او ان انت تعمل ايه تشوف deta sheet بتاعتك والموضوع يكون واضح جدا ما فيه مشكلة نفس القصة في nexus برضا ولازم نكون عارفين وما ننساش ان mds based on nexus فهتلاقي commands كثيرة جدا متشبهة بين الاثنين هتلاقيها واحد دي كان حكايتنا عن الموضوع مش صعب سهل جدا هنشوفها ان شاء الله في ccmb ونتعمك شوية في ويجزء اللاب ان شاء الله لما ينجي نجمع لاب واحد في ان شاء الله هنطبق كل الكلام ده ونشوف ونفتح السيرفر ونشوف ان لان زهرت فيه ونغير في الزون ان تختفي مرة تانية وهكذا اتمنى ان كان الفيديو مفيد لكم اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته